اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية الاستثمار في دعم الشباب والاستثمار في القدرات الوطنية لتحقيق الاستدامة في استشراف المستقبل من خلال تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لسيما على صعيد إثراء التحصيل العلمي والأكاديمي وأكد سموه أن ذلك ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادته جلالة الملك المعظم وبمتابعة حثيثة من سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى لقاء سموه مجموعة من الطلبة والباحثين من معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل الأمريكية العريقة وذلك في إطار زيارتهم إلى مملكة البحرين وفي مستهل لقاء رحب سموه بالوفد مشيدا بمعهد جاكسون للشؤون العالمية ومخرجاته التعليمية وبالثقل العلمي والإبداعي الذي يتمتع به طلبته منوها في الوقت ذاته بأهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة والتواصل الدائم بين الشباب والأكاديميين من مختلف دول العالم باعتبارهم سفراء للمستقبل وقادته كما أشر سموه في هذا الصدد إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتميز به من تطور ونماء في مختلف المجالات والتي أثمرت عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون كما استعرض سموه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين ودعمها الفاعل لمختلف أوجه التعاون الدولي والإقليمي من أجل تكريس مبدأ السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لأمن وازدهار المنطقة كافة ورخاء شعوبها داعيا الشباب إلى المضي قدما في تكثيف جهودهم ومساعيهم العلمية ومواصلة التقدم والنجاح اشتركوا في القناة